أفادت مصادر العربية بأن السلطات اليابانية فتحت تحقيقا حول الاعتداء على رئيس وزرائها السابق شينزو أبي في حين قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن حالة أبي خطرة جدا فيما تناقلت وسائل الإعلام معلومات غير مؤكدة بأن الشخص الذي هاجم أبي عسكري متقاعد بدوره قال مسؤول ياباني إنه لا توجد نية لتغيير موعد الانتخابات الخاصة بالغرفة العليا بعد الاعتداء مشيرا إلى أن الحزب الحاكم طلب من جميع المرشحين وقف حملاتهم الانتخابية في الوقت الحالي هذا وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن قلق بلاده العميق بعد حادثة إطلاق النار هذه